يعيش السوريون في مناطق سيطرة الحكومة كابوس الاعتقال التعسفي من قبل الاجهزة الامنية بمختلف تصنيفاتها رغم مصاعب الحياة في ظل بلد انهكته الحرب المندلعة منذ اكثر من عشر سنوات الاف حالات الاعتقال التعسفي تشهدها مناطق سيطرة الحكومة السورية كل عام بحسب منظمات حقوقية وما يثير استغراب المراقبين للشأن السوري تصريحات المسؤولين في دمشق التي تدعو لعودة اللاجئين الى بلادهم المرصد السوري لحقوق الانسان وفي تقرير جديد لحالات الاعتقال التعسفي في مناطق الحكومة كشف عن اعتقال اجهزة الامن لنحو خمسمائة مدنيا من ابناء محافظة حلب خلال الفترة الممتدة ما بين اوائل نيسان ابريل الماضي وحتى الثاني والعشرين من ايلول سبتمبر الفائت ووفق المرصد السوري فان حالات الاعتقال تمت وفقتها من وذرائع مختلفة ابرزها التواصل مع جهات خارجية او التجنيد الاجباري في قوات الحكومة في حين يعد تحصل الاثاوات من ذوي المعتقلين هو السبب الرئيس لعملية الاعتقال بحسب ما تؤكده تقارير حقوقية ولفت المرصد في تقريره الى ان اعداد المعتقلين هذه لا تمثل الحصيلة الحقيقية لانها اعتمدت على من تم توثيقهم بالاسم فيما توجد حالات اعتقال اخرى غير موثقة بالاسماء جرت في مختلف مناطق سيطرة الحكومة بمحافظة حلب وفي نهاية تقريره جدد المرصد السوري لحقوق الانسان تحذيراته ازاء ملف عودة اللاجئين السوريين تحت ذريعة استقرار البلاد وذلك لما يشكله من خطر على حياتهم ومستقبلهم في ظل استمرار الانتهاكات الحكومية